مرحبا بكم في هذا الفيديو اليوم سنتحدث عن موضوع مهم للغاية لأي شخص يدير قناة اليوتيوب وهو كيف يمكن للمشتركين الأوائل أن يقتلوا قناتك إذا لم تتعامل معهم بالشكل الصحيح قد يبدو الأمر غريبا لكن تابع معنا لتفهم السبب الآن وأنت تشاهد هذا الفيديو يجب أن تعلم أن المشتركين الأوائل لديهم تأثير كبير على مسار قناتك إنهم يشكلون الأساس الذي ستبني عليه جمهورك في المستقبل إذا لم تتعامل معهم بحذر قد تجد نفسك تواجه صعوبات كبيرة في نمو قناتك أولا أهمية المشتركين الأوائل المشتركين الأوائل هم أول من يدعمك ويعطيك الفرصة لتطوير قناتك تعليقاتهم ومشاهداتهم وتفاعلهم مع المحتوى هو ما يساعدك في تحسين جودة الفيديوهات لكن إذا لم تكن تتلقى تعليقات بناء أو دعم حقيقي قد تجد نفسك محبطا وغير قادر على تطوير قناتك بشكل صحيح تانيان تجنب الوقوع في فخاخ المشتركين السلبيين في بعض الأحيان قد يكون لديك مشتركين يتركون تعليقات سلبية بشكل دائم أو لا يتفاعلون مع المحتوى الذي تقدمه هؤلاء المشتركين يمكن أن يؤثروا سلبا على معنوياتك وعلى معدل النمو الخاص بك من الضروري أن تتعلم كيفية التعامل مع هذه التعليقات بشكل إيجابي وأن تستفيد منها في تحسين محتوىك تالتان كيفية التفاعل مع المشتركين الأوائل من المهم جدا أن تتفاعل مع المشتركين الأوائل بشكل إيجابي قم بالرد على تعليقاتهم واطلب منهم ملاحظات واقتراحات لتحسين محتوىك هذا النوع من التفاعل يعزز العلاقة بينك وبين جمهورك ويشجعهم على دعمك بشكل أكبر رابعان التركيز على الجودة وليس الكمية في بداية أي قناة قد تكون مهتما بزيادة عدد المشتركين بسرعة لكن الأهم هو التركيز على جودة المحتوى الذي تقدمه إذا كان المحتوى ذو جودة عالية ستجد أن المشتركين سيأتون بشكل طبيعي الجودة تضمن لك جمهورا مخلصا ومتفاعلا خامسان استخدام التحليلات لفهم جمهور استخدم أدوات التحليل المتاحة على اليوتيوب لفهم جمهورك بشكل أفضل تعرف على الفيديوهات التي تحقق أكبر عدد من المشاهدات والتفاعل واستفد من هذه المعلومات في تحسين محتواك المستقبلي في النهاية النجاح على اليوتيوب يتطلب الصبر والاستمرارية تعامل مع مشتركينك الأوائل بحذر وركز على تقديم محتوى ذو جودة عالية وستصل إلى هدفك شكرا لمشاهدتكم ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد